بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي من جديد خوتي أخواتي في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله الوصفة ديال اليوم كيف كتشوفو ميني كايك بتفاح لكي يجي أكتر من رائع بخليط واحد غادي نحضرو جوج أشكال ديال الميني كايك بمضاقات مختلفة وأشكال كذلك مختلفة كيف ما كتشوفو بلاتو هماوي ديال تحمر لوجه يعني وجدوه بوجهكم حمر لوليداتكم وضيوفكم وأزواجكم شي حاجة اللي طب وبمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت كي يجي وخفاف هشاش والددي مزاف يستحقوا تجربة بقوا معي نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله أول حاجة بالنسبة للمقادير عندي هنا يا جوج ديال البيضات حجم متوسط كأس من سكر حبيبات أو سنيدة كأس من زيت نباتية كأس من الحليب سائل رشة ملح لتصحيح الضوغ بالنسبة للدقيق أنا عبرت ثلاثة الكوؤوس ديال الدقيق نفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر والحليب ومن بعد غتشوفوا معي بالضبط شحل دخلي ديال دقيق خميرة الحلويات أو باكين بودر من فئة 15 غرام وجوج أكياس من سكر فانيلا تقدرو تعودوهم بقشرة ديال الحامض أو القشر ديال البرتقال محكوك بسم الله ندوزو الآن للطريقة فواحد الإناء قدرت رشة ديال الملح البيض بحرارة المطبخ وضفت جوج أكياس ديال السكر فانيلا اللي تقدرو تعودوهم كيف ما سبقوا قلت بحكة عفوا ديال الحامض او ديال قشر البرتقال غادي نخفق العناصر بالطراب الكهربائي مع إضافة السكر بالتدريج وأنا مستمر في الخفق وكن نرفع في السرعة ديال الطراب حتى نتحصل على واحد القوام كريمي وخاليط يميل اللون دياله للبايد كيف ماشتوا معي هنا أخواتي نضيف الزيت بالتدريج حتى نكمل الكيمية ديالي كاملة ما نخويش الكاس دفعة واحدة فقط بالتدريج نخفق شوية غير يتخلط الزيت ونحبس وغادي نبدأ بإضافة الحليب شوية بشوية وأنا كنخلط هنا الخلاط ره ما شعل ما ديرهش يعني فضو حركت غير برجلين ديال دوك الخلاط باش ما ينزليش القوام ديال البيت صافي أخواتي بديت كان نضيف دقيق بالتدريج ما تضيفوش بساف شوية بشوية وكذلك باكين بودر أو خاملة الحلويات وأنا مستمرة في الطراب تقدرو هنا تستغنوا على الطراب الكهربائي وتتعملوا الفوي أو الخلاط اليداوي فقط حتى نتحصلوا على هاد القوام هذا نوعا ما تقيل باش ما يهبطش الحوشوية ما تهبطليش في الخليط ماشي تقيل بزاف موهما هو واضح القوام ديال الخليط بالنسبة لدقيق بالضبط أنا عبرت ثلاثة الكيسان بقاولي منو هاد الكيميا كيف كتشوفو يعني بقا لي منو واحد جوج مع الكبار ديال دقيق سوف تستعملوا جوج كيسانونس المهم القوام ديال الخليط رهبائين كتبقى النوعية دقيق واشكا تشرب او لا لا القوام ره واضح أنا دخلوا لي جوج كيسانونس بالنسبة لليمون أخواتي غادي نستعمل هاد النوعي كيكون هكيا مش النفكي جي فيه الميني كيكزوين دهنتهم السيان بالزفداء ورشتهم بالضقيق وبطبيعة الحال الضروري ما تنفضوا ديك الفائد ديال الدقيق من الليمون وكندير واحد الكيميا ديال الخليط كيف ما كتشوفو معايا ما تكتروش أخواتي ديال الخليط كيف ماشتو هنا يا أنا درت جوج معا القبار جوج معا القبار ممتلئة أنا درت جوج في اللول نقصين وعدت واحد شوية المهم جوج معا القبار رهم كانوا كافين أنتم ما كتشوفوا معايا ما كنوصلش حتى النص ديال مول إلا حيث فاش غايدخلوا لي مول ديالنا للفران راه غايد ضاعف الحجم ديالهم ولكنتو عمرتو لي مول أو درتو يعني فوق النص راهكونوا على يقين غايفض لكم الميني كيك ديالكم في الفران كنحاول نكون نقرب لكم الصورة أكتر هنتو ما كيف كتشوفو أنا درت جوج معا القبار بالضبط وهنايا كنحاول نطبيهم شوية باش نخرج منهم ديك الهواء أو ديك الفقاعات اللي كيكونوا في الخليط والفران راه دايجا عندي كيس خن على 180 درجة بالنسبة للزين خديت تفاحة هالتفاح اللي كيكون حمر كيعطي ديكور زوين في الكيك ديالنا خليتها بالقشر ديالها غسلتها وخليتها بالقشرة حيت ديك العلفة الوسطانية وكنحاول نقطع شرائح رقيقة بهات الشكل هذا ضروري يا ربنات كنأكد أن الشرائح ديالكم تكون رقيقة ويستحسن هاد العمل ينديروها حتى نعمروا اللي مول ديالنا بالخالط باش تفاح ميكحلش معانا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكيمية اللي غادي نحتاج ونرجع معاكم هنا أخواتي كيف كتشوفوا بديت كان نزين الكيك ديالي بالشرائح ديال التوفاح كيف كتشوفوا كنحاول نستفهم هكا مهم بشكل لي يعطني واحد شكي المسيون انتو ما قد تخدموا وانتو ما كتشوفوا يعني عينكم ميزانكم الشكل اللي غيرضيكم واللي غيرجبكم بهات الشكل هذا قدرتهم يعني مرة كنحط شريحة علي من ومرة كنوضع طريف آخر اعلى اللي يصر باش تحصلت على هات الشكل هادا وكيجوني متراكبين كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا التفاح كان عندي كبير فاضطريت في هات الصورة الثانية انني نقسم باش جوني شكيلات انقاددين هكا يا سافي اخواتي اغنستمر هكا ونرجع معاكم بالنسبة الجزء الثاني ديال الكيك ديالي خديت تفاحة وحكيتها في الحكاكة الغليدة باش تحصلت على هادا الاشرطة هكا ديال التفاح وكنحاول نوزعهم من فوق الخليط ديال الكيك انا اكتفيت فقط بالتفاح وانتوما في هاد الخطوة هادي بعد ما ترشو التفاح لي بغات تضيف الزبيب وقطع ديال شوكولة او بيبيت شوكولة هادو كلي كيكونوا سوداء كويرات هكا يمكورين كيجيوا فيهم وحد ديكون حتى هما رائع انا اكتفيت فقط بالتفاح محكو كرشيتو من فوق الخليط وده با كيف كتشوفو كنضيف اللوز اي فيلي او شرائح ديال اللوز اللي خضر ماشي محمرة لبنات حيث غيت تحمر من بعد في الفران غنحاول نغطي الوجه ديال الميني كيك ديالي كي يعطي واحد القرمشة وكي يعطي كي يجيب شكل ديال الميني كيك مشعكك يعني في واحد ديكور مزون من الفوق كيف ماشتو في الصورة يعني تهد ديكور هادا جا رائع صافي اخواتي بعد اما كملت كيف ماشتو معايا يعني ها هما جوج الاشكال مختلفة في الصين ديالها الفران عندي مشعول اعلى 180 درجة دخلت الطاوة ديالي للجهة التحتانية النار من الفوق ومن التحت غنخليهم حتى يطلعوا ويبدا يتحمر الوجه حد نفتح الفرن هنا بالضبط شوفوا معايا لبنات العاجين كيبلكم ره بدك يتحمر الوجه بدك يتحمر غنهز الطاوة ونطلع حالفوق باش تكمل التحمار ديالها مني كيك ديالي بعد ما خرجتو من الفرن هدا هو الشكل ديالو رهنا مازالين سخان شوفوا راهواخدين يعني واخد حقه في الحمار لوي يندهبي محمر ما مكنينش بلا يصبوه يدولا ما نحاولوش نطيبوهم اكتر من القياس شوفوا معايا اللون موحد وكيجيو طريين وخفاف رائعين لبنات خديت واحد شبكة او تقدرو ديروغي يسيغ بياد وديموا ليو هادا الكيك ديالكم فوق واحد شبكة باش يبردو كيفما كتشوفو راك يتحيدو بكل سهولة فقط يكفي انكم تكونوا دهني الليمول مزيان ورشينهم بالدقيق مزيان بالنسبة للشكل التاني اللي رشيتو باللوز ما غاديش نحيدهم المول غادي نزينهم بخطوط عشوائية ديال لاصوس كراميل محيتش البنات محيتهم ش من المول حتي لقلبتهم هاداك اللوز غايبقي طحلي اذا غادي نرشهم بلاسوس كراميل وغا نخليهم حتى يبردو وغادي تشد عليهم ديك لاصوس باش مني نقلبهم مكي طحليش اللوز بسيفة نهائية منهم هانتو ما كيف كتشوفو يعني بشكل عشوائي تقدرو تعوضوه بشكلات ابيض او اسود اللي عجبكو هنا يا غادي ندوز لتزين ديال الجزء اللو اللي كنت درت له شرائح ديال تفاح من الفوق او انصاف ديال شرائح تفاح من الفوق كان دهنو دهنة خفيفة بمربى البرتقال اللي تقدرو تعوضوه بالنباج صراحة هاد البرتقال كيزيدو واحد اللمعة واحد الجمالية وتعليكة رائعة وما داق كداريك ما تكترووش بساف دهنة خفيفة البنات وكذلك في الجوانب يعني كنحاولو ندهنو جميع القطع ديال تفاح والجوانب كذلك كيف ما كتشوفو معايا بعد ما ساليت غادي نرجع احنا يا غلدوك الحواف او الجوانب الخارجية ديالي ميني كايك ديالي وكان حاول نرشهم واحد رشيشة خفيفة باللوز محمر كونكاسي البلاتو ديالي بعد ما ساليتو هو هادا البنات بعد ما ستفت الميني كايك تحصلت على هاد البلاتو اللي هو هماوي وشكل راقي يعني من مقادير بسيطة تحصل نعلم جوج اشكال ديال الميني كايك مختلفة لا في المداق ولا في الشكل شكل راقي ومداق ولا اروع شي حاجة ديال تحمرت لوجه شي حاجة اللي كاتجي راقي وزوينة بساف خفافين وهشاشين يا سلام زع ما صراحة بغيتكم تجربوهم بالنسبة الكيميا احطولي 12 قطعة هاد الشيدي في البلاتو 12 قطعة قدرت ستا بشرائح ديال تفاح وستال اخرين رشيت عليهم اللوز ولصوس كراميل وهاكدا ديك الكراميل اعطاني واحد المداق مختلف على الشكل الاول هنا غنقطع معاكم تريف شوفوا معايا اخواتي كي يجيوا هشاش من الداخل ومسفجين ومقطنين مهويين صراحة كيدوبوا في الفم والمداق ولا ارواع يا سلام بغيتكم تجربو هاد الميني كايك اللي قدمت لكم اليوم البنات الى كالاقتراح ديال اليوم نال اعجابكم ما تنسونيش ما اللايك تعليق والبرتاج لا يجازيكم بخير ديروا واحد لايك ده ما ما خسرتو والو و الى فيديو اخر باذن الله تعالى مع السلامة